أهلا بكم من جديد إحنا موجودين معاكم كل يوم بنعرف إيه اللي بيحصل في العالمين تعالوا دلوقتي نروح العالمين ونعرف من زميننا كريم بيبرس أبرز فعليات مهرجان العالمين النهاردة صباح الفل عليك يا كريم اتفضل صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا مهرجان العالمين مبارح كان مميز جدا ومبهر ومبهج في حقيقة الأمر لكن الكمان بجانب أنه هو مميز ومبهر الحقيقة أنه ردود الأفعال مبارح كانت مبداعة جدا ردود الأفعال مبارح كانت جميلة جدا جدا خصوصا بحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت ليه كان مميز الحقيقة مبارح اليوم حفل الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت الحقيقة كان يعني فيه إقبال كبير جدا 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 الناس الحقيقة اللي دخلت الحفل وقدرت تحجز التذاكر اللي هي خلصت أساسا قبل الحفل بيومين الحقيقة كانت مندمجة جدا 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 يعني عمر خيرت الموسيقار العالمي كان سايب دايماً يعني موسيقى خاصة به مطبوعة فجداننا كلنا لهاية كانت باين تأثيرها جداً مبارح بالناس بجانب الناس اللي جوة الناس برا الحفلة الحياة فضلوا وقفين حوالين الستيج وبيحاولوا على قد ما يقدروا انهم ما يستمتعوا بهذه الموسيقى الرائعة مش بس كده كمان الناس اللي كانت وقفة في الكورنيش بتتفرج على شاشاته العملاقة كانوا مندمجين جداً 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 مبارح كان يوم مميز لانه كان مليء بالحفلات الحقيقة المهرجان العالمين وكان فيه اقبال كبير جداً جداً على عدد كبير من الحفلات ومن برضو بجانب الموسيقى الرائع الامي وعمر خايرة كانت الحفل الخاص به كارول سماحة ويبهاء سلطان والحفل اللي استمر اكتر من وقته بسبب اندماج الناس وقديه كانت مبسوطة والحقيقة انه كمان الاهم فكرة النظام اللي كان موجود والتنظيم الجويس جداً جداً اللي كان موجود للحفلات اللي موجودة خلت الناس قاعدة براحيتها خلت الناس متطمنة الناس قدر تتحرك في المسارات المحددة مكان السيارات محدد مكان الناس قدر تتحرك فيه محدد يقدروا يخشوا على طريق تساكرهم براحيتهم خالص الناس اللي قاعدة على الكورنيش قاعدة براحيتها الحقيقة كان اليوم كله بشكل عام مبهج كمان في جانب دا الحقيقة المكان كله كان بيستعد الاعداد الغفيرة والكبيرة جداً جداً اللي كانت موجودة الحقيقة انبارة يعني سواء الكورنيش سواء العالمين الجديدة القوات الشرطية والتأمينية كانت موجودة الحقيقة كمان انه تنظيم الشارع وتنظيم السيارات كانت بطريقة سالسة جدا جدا ما كانش فيه اي نوع من انواع الاستحام عشان جدا الحقيقة لو شفنا ردود افعال الناس قد ايه انبهروا قد كانوا مبسوطين الحقيقة ان هم قرروا ان هم يجوا ياخدوا التجربة بعد بكانوا سمعوا عن مهرجان العالمين اما في التلفزيون او عن طريق النت او عن طريق الحقلات اللي تم الحقيقة الاعلان عنها كلهم جم وقالوا قد ايه هم حقيقة انبهروا باللوهم شافوه وازاي الناس لدي ايه العالمين قبل كدا شافت الفرق ما بين العالمين قبل كدا والاعلمين دلوقتي او حتى الناس اللي كان بيتيجي اول مرة اول مرة كده اعبارت عن انبهرها بالكورنيش وادي الناس كانت مبسوطة بالحفلات مبارك وفي ناس حقيقة كمان اشادت بفكرة ان وجود الحفلات ووجود النشاطات الرياضية المختلفة. وقالوا ان هم حابين بعد كده انه الحقيقة تبقى مستمرة على طول عشان يقدروا يجوا يستمتعوا. لان هم كانوا دائما متخيلين انه مش اي حد يجي يقدر يحضر الحفلات دي. مش اي حد يجي يقدر يحضر النشاطات دي. مش لازم نيجي في الصيف بس. الحقيقة انه الناس جات وشافت بنفسها كتشفت انه ودينة العالمين تقدر تستقبل مهرجانات. تقدر يبقى فيها اماكن يعني تستقبل عالميين. تستقبل موسيقيين عالميين. تستقبل فنانين عالميين. وكمان تقدر تيجي تعيش فيها بشكل عام. حقيقة لو انت عايز يجي تستمتع بوقتك بسه تبقى موجود. حابين تيجي تعيش ودينة العالمين هتقدر تبقى موجود. فالحقيقة انه مبارح اليوم كانت في ردود الافعال مبهج جدا في اقبال كبير جدا من الناس. عجبها قرروا ان هم يقدروا يجوا بعد كده تاني. فكان الحقيقة مبارح اليوم عبارة عن يوم تسويقي سياحي وسكني وكل حاجة لمدينة العالمين الجديدة. وكانت ردود الافعال الحقيقة من الشباب والعائلات. وكل اللي كانوا موجودين رائعة 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 يعني حقيقة. انا كنت محظوظ ان انا حضرت جزء من الاجواء دي. واكيد طبعا كاميرا القناة الاولى وصباح الخير مصر لما تنقل كمان باقي الحقيقة النشطات اللي بتحصل اكيد هيشاركونا. والناس كلها هتشاركنا هذه البهجة وهذه الفرحة من العالمين الجديدة. كل شكرا ليك زمينا كريم بيبرس من مدينة العالمين.